السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين ايها المتابعون الكرام ايتها المتابعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناتي التلميذات ابناء التلاميذ السنة الخامسة هذا درس جديد موجه اليكم حول التاء المفتوحة والتاء المربوطة اذا لاحظوا معي هذين المثالين خارجت وخارجت المثال الاول هو فعل مضارع فعل ماضي خارج فعل ماضي مبني على السكون كما ترون السكون فوق الجيم بسبب اتصاله بالتاء المتحركة التاء المتحركة مبنية على الضم اذا خرج فعل ماضي مبني على السكون بسبب اتصاله بالتاء المتحركة هذه التاء المتحركة تسمى التاء الفاعل تسمى تاء الفاعل لأنها هي التي تبين لنا من الذي قام بالفعل خرجت يعني أنت الذي تتكلم أنت الذي خرجت هل أنت ظاهر في هذه الجملة لا ما الذي ناب عنك نابت عنك التاء المتحركة لماذا سميت المتحركة لأنها تكون مرفوعة وتكون بالضمة وتكون بالفتحة وتكون بالكسرة فتقول خرجت وخرجت وخرجتي إذن هي تاء الفاعل المثال الثاني خرجت إذن هنا الفعل الماضي مبني على الفتحة بسبب اتصالي بتاء التأنيث الساكنة إذن الفعل الأول تاءه مفتوحة وهي متحركة والفعل الثاني تاءه مفتوحة أيضا وهي ساكنة ليس لها محل من الإعراب ولا تعرب فاعل هذه مجرد إضافة ومجرد زيادة في هذا الدرس لكن الأصل في هذا الدرس لماذا كتبت التاء مفتوحة في الفعل خرجت لأن القاعدة تقول أن التاء المفتوحة أن التاء تكتب دائما مفتوحة في الأفعال ليس هناك فعل يكتب بتاء مربوطة كل الأفعال في اللغة العربية التي تنتهي بالتاء يجب أن تكون هذه التاء مفتوحة بسبب أن الفعل لا يختم بتاء مربوطة أبدا ننتقل إلى الأسماء متى تكتب التاء مفتوحة فيها لاحظ هذا المثال معلمات أدركت بأنه اسم لأنه جمع مؤنث سالم لمعلمة وكذلك الأمر بالنسبة لطبيبات ومهندسات ومكتبات ومجلات وطائرات وهكذا إذن الجمع المؤنث السالم ينتهي دائما بالألف والتاء هذه التاء دائما تكون مفتوحة إذن ثانيا كلمة زيت هي اسم لاحظ أنها ثلاثية أي من ثلاثة حروف وسطها ساكن حرفه الياء في الوسط ساكن إذن أيضا إذا كان الاسم ثلاثيا ساكن الوسط فإن تاءه تكون مفتوحة إذن كخلاصة بالنسبة للتاء المفتوحة في الأفعال دائما التاء تكون مفتوحة أما في الأسماء فتكون مفتوحة في جمع المؤنث السالم وفي الثلاثي الذي يكون ساكن الوسط إذن بإعادة الفيديو والتسجيل تستطيعون وطبعا بعض التركيز تستطيعون حفظ هذه المعلومات بكل سهولة متى تكون التاء مربوطة نلاحظ هذا المثال مكتبة خديجة لاحظ أنها تاء المربوطة بسبب ماذا؟ بسبب أن الاسم هو مفرد مؤنث مفرد أي واحد ومؤنث أي أنه مؤنث وليس مذكر فنحن نقول هذه مكتبة ولا نقول هذا مكتبة لأنها مؤنث إذن خلاصة أن التاء المربوطة في الأسماء تكتب إذا كان الاسم مفردا مؤنثا مثل مكتبة وخديجة ومثل لوحة وطائرة متى تكتب التاء مربوطة أيضا في الاسم في جمع التكسير في جمع التكسير الذي ينتهي بالتاء جمع التكسير الذي ينتهي بالتاء تكون تاءه مربوطة ولكن بشرط أن يكون المفرد مفرده ليس فيه تاء مثلا سمصار سمصار هو مفرد هل ينتهي بالتاء لا ينتهي بالتاء لكن إذا جمعناه فإنه ينتهي بالتاء سماصرة هذه التاء في جمع التكسير يجب أن تكون مربوطة إذا لم يكن في مفردها تاء مثال أيضا عمالقة 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 جمع تكسير ينتهي بالتاء هل في مفرده تاء عملاق ليس في مفرده تاء إذن كخلاصة ماذا نقول تكتب التاء مفتوحة في جميع الأفعال سواء كان التاء متحرك بالضم أو الفتح أو الكسر أو كان التاء تأنيث الساكنة في كل الأفعال التي تنتهي بالتاء يجب أن تكون مفتوحة أما بالنسبة للأسماء فإن التاء فإن الكلمات التي تكون تاءها مفتوحة هي الجمع المؤنث السالم مثل عمارات وعاملات وغير ذلك أيضا الاسم الثلاثي في ثلاث حروف ووسطه يكون ساكنا مثل كلمة زيت وبيت وحوت وفوت وهكذا بالنسبة للتاء المربوطة تكتب التاء مربوطة في المفرد المؤنثي مثل فاطمة وكرامة ونافذة وغير ذلك أيضا تكتب التاء مربوطة في جمع التكسير المنتهي بتاء جمع التكسير المنتهي بتاء وليس في مفرده تاء مثل سمصار سماصرة وعملاق عمالقة إذا كان هناك سؤال حول هذا الدرس أو حول دروس أخرى بالنسبة لتلميذ الابتدائي أو المتوسط فلا بأس أن تذكرها في التعليق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر